موجز الأخبار من النشرة بعد أحياء قانون جديد بسلة ضربية بتحقق إرادات لتخطية سلسلة الرتب ورواتب طالب رئيس الحكومة السابق نجيب مئاتي بأنه تكون الضرائب أكتر عدالة وتكون محفزة لتنمية الاقتصاد ولفت مئاتي إلى أنه تحفظ على الضرائب والرسوم اللي تم فرضها لأنه بيعتبر اللي عم تعمل الدولة والحكومة بشكل خاص هي أعمال ارتجالية ومن جهته أكد رئيس الجمهورية ميشيل عون أنه اللي تحقق لهلق على الصعيدين للاجتماع والاقتصاد بيكتمل من خلال الاستمرار بمسيرة الإصلاح ومكافحة الفساد وإعادة التوازن للكتعات الانتاجية وشدد الرئيس عون على مسؤولية الجميع بالمحافظة على الاستقرار المالي بالبلاد نظرة شاملة حول السلسلة والضرائب رح يطلع لعليها الخبير الاقتصادي اللي ياشوعي لو كان فعلاً هممهم موضوع السلسلة كانوا بيشبوا عقد السلسلة يعني إن كان مثلاً ضريبة الأرباح على الهندس المالية واحدة بتقد السلسلة بس مش هذا الموضوع الموضوع بدون يفتشوا على مال ليش بدون يفتشوا على مال؟ لأنه مصادر التمويل الخاص ما ضبط وفيه انتخابات قدامهم ما فيه لزوم لكل هالضرائب شدد السفير الروسي بلبنان أليكسانر زاسبيكين على أن التنسيق والتعاون مع النظام السوري لإعادة النسحين أمر ضروري ولابد منه وأكد زاسبيكين بحديث للنشرة إلى أنه ما بينفعت السياس هذا الملف لأنه إنسان بامتياز والمطلوب توافق لبناني بيأمن المصلحة الوطنية بعيداً عن الاعتبارات السياسية والحزبية والفئوية وعن الوضع الأمني في لبنان اعتبر زاسبيكين أنه الوضع صار أحسن بكتير بعد تحرير الأراضي اللبنانية من العصابات الإرهابية إلا أنه شدد على وجوب استكمال الحرب على الإرهاب من منطلق أنه حق للمعركة هو واحد بيمتد من العراق لسوريا في لبنان أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ياسين جابر بحديث للنشرة أنه المقاومة والقوى الأمنية سهرين على الأمن في لبنان ولفت إلى أنه هذا اللي ظهر من خلال كشفة الخلية الإسرائيلية ببرج لبراجنة الأمر اللي بيدل على الوعي والحس الأمنى وأشار إلى أنه هذه الشبكة بتذكرنا بالتصويب الإسرائيلي الأمنى على لبنان وطيران الحرب والتجسسي اللي ما بفارق الأجواء اللبنانية لليل ولا نهار بعنوان بيروت هيك فيها تكون أطلق نائب رئيس الطيار الوطن الحر الوزير السابق نقولة صحناوي مشروع بيروت الغد مع عدد من الاختصاصيين بمجالات عدة رح تشمل لمعظم القطاعات الحيوية بالمدينة أنا برأيي هاي المحاضرة لح تغير كواعد اللعبة الانتخابية بالأشافية وممكن بلبنان كله ما بقى تكون مضوع في موضيع التنفس الانتخابي إيران والسعودية والمبعيشه ولا تكون الرشوة الانتخابية والخدمات تكون مشروع نصول شوش هالناس أو هالفريق يلي عم بيقدم حاله عنده شيء يقول عنده عنده شيء اقتراح لالناس تتايم ايه منصدق لا ما منصدق ايه منية ايه منية ايه برابو نحن نصبع بلنحق هيك مفروض ديكون تم العصور على المواطنة نون حق عين مقتولة دبحا داخل منزلة بعرامون وبدأت فصيلة عرامون بالتحقيقات وحضرت عناصر من مكتب الأدل الجنائية تابع للشرطة القضائية وعملت على مسح مكان الجريمة وأخدت البصمات وعم بتم الاستماع لعدد من الشهود بناء على إشارة النيابة العامة لسيما ابنه الجيران أفادت معلومات صحفية أنه دورية من مديرية أمن الدولة بالبقاع داهمت سهل الكرك بزحلة وضبطت كميات كبيرة من الأدوية الزراعية المهربة الممنوعة واللي في حال تم استخدامها فهي حتما رح تأثر على عمليات تصدير المنتوجات الزراعية للخارج دوليا كشف وزير الدفاع الإسرائيلي أفكدور ليبرمان أنه المعركة المقبلة رح تكون على جبهة سوريا ولبنان معا وأكد أنه ملتزمين بالتخطيط لإشتياح بر جدة وما في إشتياح من دون نيران قوية وبيتعين على سلاح المدرعات توفير النيران القوية تماما مثل ما بيتعين على الدفاعات الجوية أنه تمنع قصم كبير من الأضرار بدولة إسرائيل أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية محمد باكر نوبخت أنه إذا قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتصنيف الحرس السوري كمنظمة إرهابية فرح تحط نفسها بمعسكر الإرهاب وأكد أنه على العالم أنه ينظر بعين الواقع لدفاع الحرس السوري ضد هجمات الإرهاب كشف الزير الخارجية السعودة عدل جبير أنه سلطات بلاده فصلت ألاف من الأئمة من العمل بالمساجد بعد ثبوت نشر التطرف وشدد على أنه ما رح نسمح بنشر إديولوجية الكراهية ولا بتمويل هذا النوع من الفكر واتهم قطر بتمويل الإرهاب بمسعى للتدخل بدول خارجية ختم الموجز كان معكم استفاني راضي وعالإخراج عباس فاكيه موسيقى